إذا كانت عقيدتنا تعظم من شأن الشهادة وترفع شأن الشهداء إلا أنها أيضا تعظم الحياة وتحترم كل إنسان منحه الله نفحة الروح ليكون خليقته وخليفته نحن نحترم كل نفس بشرية طاهرة حرم الله قتلها وأخبر أنه من قتل نفسا واحدة بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كلمتنا اليوم لحضراتكم محملة برسالتين الأولى لأهلنا في فلسطين وغزة وهي رسالة العون والدعم والمساندة نؤكد فيها أننا دائما هنا معكم الأقرب إليكم ونحن لن نتوانى أو نبخل بجهد أو عمل لرفع هذا الظلم والاعتداء الغاشم حتى تعودون في القريب العاجل إلى دياركم وحياتكم الآمنة التي نعدكم أننا سوف نكون على استعداد تام وكامل لبنائها وتعميرها إلى جواركم أيضا الرسالة الأخرى هي إلى جموع سكان العالم ممن يشاركوننا في الإنسانية والأخوة والحياة قبل أيام كان اليوم العالمي للطفل اليوم الذي اجتمع فيه قادة العالم من 23 سنة ليقطعوا على أنفسهم وعدا للأطفال أننا سنبقيكم آمنين سنساعدكم على التعليم سنحافظ دائما على حقكم في التحدث وإيصال أصواتكم نقول هذا أيضا ضمن الأيام السنوية المخصصة لمناهضة العنف ضد النساء وقبل أيام من اليوم العالمي لحقوق الإنسان كل هذا نقوله ونحن بعد حرب سبعين في المئة منها من ضحاياها من الأطفال والنساء للأسف الشديد فهل ستظل كل هذه الكلمات مجرد شعارات تردد أو أيام احتفالية رمزية نحتفل بها؟ أمآنا الأوان لأن يثبت جميع من يسكن هذه الأرض أن كل الحقوق التي عليها هي إرث مشترك وهدف موحد للناس لا فرق فيها بين إنسان وآخر في اللون والجنس والعرق أو لشعب على آخر فالحق في الحياة والكرامة الإنسانية للجميع هو عقيدتنا والتي يجب أن لا تتجزأ ولا يصح أن تتجزأ نحن على بعد خطوات من أرض تروى كل يوم بدماء الآلاف من أبنائها أرض السلام التي لا تشهد يوم سلام فهي في أيام معدودة شهدت عددا من الأحداث الوحشية الدامية باستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي يلجأ إليها المدنيون للاحتماء بها فلم تفرق الضربات الطائشة أو الطلقات الغاشمة بين طفل وامرأة وشيخ بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها أو ضمير يؤنبها وستظل مشاهد قصف مستشفى المعمداني حاضرة في الأذهان تصم كل من يرى ويصمت بالعار والجبن ليست تلك الحادثة هي الحادثة الوحيدة فهناك على بعد خطوات من شعب محاصر ليس هو بالمناسبة المستهدف الوحيد بل يتم استهداف كل من يحاول إغاثة هذا الشعب المحاصر ليبقى حيا فبحسب منظمة الإنروا في تقريرها أمس قتل 108 من العاملين في هيئات الإغاثة الدولية منذ بداية الأعمال العدائية وهذا هو أكبر عدد سجل من قتل موظف الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين يقتلون في صراع واحد في تاريخ الأمم المتحدة فما هي الرسالة؟ ما هي الرسالة من وراء قتل هذا العدد حتى لا يتم مساعدة إخواننا في فلسطين وفي غزة أكد متحدث الصليب الأحمر من قطاع غزة أمس أنهم يفتقدون كل الضمانات الأمنية التي تمكنهم من العمل في رعاية سكان قطاع غزة وشدد على رفضه التام لاستمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات لكونها مرافق محمية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأشار أيضا إلى أن آلاف المرضى في القطاع لا يستطيعون تلقي الرعاية الصحية والحياة مشلولة هناك بشكل كامل قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الفترة الماضية في غزة لا يمكن تصديقها وأن الإخفاق في الامتثال لقواعد القانون الدولي القانون الدولي الإنساني قد يمثل جرائم حرب وأن الألم والفزع والخوف محفورين في وجه الأطفال والنساء والرجال وهو أكبر مما يحتمل فكم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل أن يعود الناس إلى رجدهم وما هو العدد المطلوب من المدنيين الذين سيقتلون أو يفترض قتلهم حتى تتوقف هذه المجازر ليست فقط منظمات الإغاثة الدولية وليس فقط كل من حاول الدعم بل أيضا كل من حاول نقل الحقيقة فقد تم استهداف الصحفيين حتى أصفر هذا الاستهداف عن استشهاد عشرات من الصحفيين لدرجة أنه قيل وبحق أنه لا يوجد مكان آمن للصحفيين في غزة ولا يوجد سابقة لمثل هذا الأمر حابب أقول لحضراتكم بعض الإحصائيات اللي ممكن تبقى صادمة لما يتقتل 108 موظف دولي من هيئات الإغاثة الدولية لما مليون نازح يعودوا في 156 منشأة فقط من المنشآت التابعة للأنروة لما 220 شخص في المتوسط يشتركون في حمام واحد 220 شخص يشتركون في حمام واحد لما يبقى فيه وحدة استحمام واحدة لكل 4500 شخص وحدة استحمام واحدة لأربع تلاف وخمسمائة شخص في ملاجئ الأنروة والأنروة مش قادرة تبني وحدات إضافية لعدم وجود وقود إيه الهدف من ده كله؟ أنا أقول لكم الهدف من ده كله مزيد من الضغط على السكان حتى ينزحوا جنوباً فجنوباً فجنوباً وهو ما حذرت منه مصر أكثر من مرة من جانبنا ومنذ بداية تصاعد الأزمة اتخذت القيادة السياسية المصرية خطوات واضحة وحاسمة خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالإضافة إلى الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من المباحثات مع المنظمات والقوى الإقليمية والدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية كما نظمت مصر بمشاركة عدد من زعماء العالم وقادته قمة القاهرة للسلام ومثلت هذه القمة تحركاً دبلوماسياً مصرياً جاداً لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لقد كانت الجهود المصرية تأتي في إطار الحرص على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة لذلك مزج فيها الحسم بالحكمة في موقف واضح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبر وبشكل مباشر وقاطع عن عدد من الثوابت المصرية وهي لا لتصفية القضية لا لاستهداف المدنيين وترويعهم لا لسياسة العقاب الجماعي لا للحصار والتضييق الأمني لا للتهجير القصري للفلسطينيين وبشكل قاطع إلى سيناء لا للدخول المشروط للمساعدات عبر معبر رفح قال سيادت أمس وقد كنت حاضرا استقبلنا خلال السنوات الماضية ملايين من الأشقاء يسميهم دائما الضيوف الذين تضرروا ولن نتكلم أبدا ولم نتكلم أبدا ولم نشتكي أبدا ولم نطلب من أحد أبدا أي دعم في هذا الأمر لكن الأمر بالنسبة لقطاع غزة وبالنسبة للضفة الغربية مختلف إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى وأكد على أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نسمح به دا كان مبارح وكما تعلمون فقد خصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار الشديدة التي فرضتها إسرائيل على المدنيين وقد استقبل المطار حتى الآن مية تمانية وخمسين طائرة وهنا نؤكد على أمرين همين الأول أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا تاني مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا وهو مفتوح كعادته من الجانب المصري يا جماعة كل معبر لي جانبين يمين وشمال في جانب مصري وفي جانب فلسطيني لكن المعبر تم قصفه أربع مرات من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى التعنت الشديد في إدخال المساعدات الأمر الثاني أن حجم المساعدات التي يتم دخولها إلى القطاع قدرت حتى الآن بـ 12 ألف طن نركز مع بعض شوية في الأرقام 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة منها 8400 طن مساعدات وفرتها الدولة المصرية والشعب المصري بمفردها من 12 ألف طن 8400 طن يعني 70% من إجمال المساعدات التي دخلت القطاع مصرية نحن نثمن أيضا الجهود الدولية التي لعبت مصر فيها النصيب الأكبر والأرشد والتي توصلت لهدنة لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد نأمل أن تكون تلك هي البداية للوصول إلى حل عادل نهائي مبني على السلام المستدام الحقيقي والفعال كما ندعو الجميع قادة وشعوبا إلى توجيه عين الإعانة والدعم وإدخال الكميات المطلوبة وهي كثيرة من المساعدات الإغاثية الطبية والغذائية والوقود لجميع مناطق القطاع أشكر لحضراتكم حسن استماعكم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته